مين في الشكل ده اللعيب اللي المفروض بكر نبقى لأيوه نفرج عليه يعني كلنا انت عارف شعب المصر عارف كين عشن لقى في مصر عارف مرسيله طبعا شريان مديد عارف فيلميله طبعا وتاريخه الطويل في ملعب أوروبا بس فيه لعيبة تانية مهمة الناس بشي اخطى بالها في الفريق ده مهمة جدا وربما أهم من الأسماء دي كمان بالنسبة لي اعتبر اللعيب المهم جدا في الخطة دي وهو محوري في فولمينزي هو جنسه لعيب رقم عشر جنسه ده من 2011 كان كسب بطولة كوبالي بارتادوريس مع نمار وكان طالع معاه وكان بيقوله ان ده هيتخطى نمار وممكن يبقى مسيرته في أكبر في أوروبا راح الإصابات كتير راح أوروبا ولاعب لعجبالية ثلاث سنين متوفقش ليه لان فكرة اللعيب الرقم عشر اللي عنده الحرية الكاملة مش موجودة في أوروبا في الوقت الحالي زي زمان فلما نيجي نشوف أرقام جنسه السنادي مثلا في الدور البرازيلي هو بيصنع هدف كل 249 دي بيدي لك تمريرة مفتاحية ان انت تقدر تسدد كل خمس تمريرات يعني كل خمس تمريرات فيه لعيب يسدد كورة منه الموسم الحالي وهو عنده 34 سنة ليه بـ 54 متش سجل أربعة وصنعرته الحرارية الراجل بيروح في كل حتة في الملعب عنده حرية مطلقة لدرجة ان فرناندو دينيس بيعملوا المعاملة انه هو المدير الفني اللي موجود في فرض الملعب وحتى هو نفسه جنسه لما كان بيتكلم بيقول ان دايما يعني بص بيع في أي حتة يعني الملعب كله بتاعه فهتلاقي حتى صور نحن ممكن نجيب صور ليه لوحده مش هتلاقي ليه صور او مثلا حالات زي بيت اللعيبة ليه انه مثلا لمسه لعبة هستلم الكورة وافتح مساحة او هستلم الكورة وبصي اللعيب تاني هو لعب في المونينزي قايم على اكبر كم من التمريرات في المساحات الدايئة وتكسر بيها خطوط المنافس فجنسه هو الوحيد اللي ما عندوش مكان سابط في الملعب زي ما احنا شفنا الخريطة الحرارية تلاقي انه بي موجود في كل مكان فلو هنفترك جدلا بكرة الاهلي كولر فكر يشوف مين المدرب او مين قصد مين اللعيب اللي يمسك جنسه حيلاقي ان الموضوع صعب جدا ان مين الشخص اللي بقى موكل بالركابة بتاعته فاعتقد ان هو ده الشخص لو الاهلي عرف يوقفه اعتقد ان دي تبقى يعني ممكن نقول انها نقطة تحول للاهلي في المباراة طيب عظيم جدا